كما يا بنات امني اي رب تكونوا بخير النهاردة انا هكلمكم عن زيت برشتجوزت الهند الهندي مش العربي مفضائيا الزيت ده من احسن زيوت الهندية اللي انت ممكن تستخدميها في الوصفات او تستخدميها لتنعيم الشعر بس لو انت مسامية شعرك ملخفضة متستخدموش لان انا كنت جايبا مسامية شعر ملخفضة وحستوش في شعري يعني ما حستوش اللي هو بينعم الشعر او بيفردو مع ان في ريفيو كتير عالجروب اللي انا جبته اللي هو بينعم الشعر وبيخلي قوامه حلو وبيلمى بس ما حستوش معايا في تنعيم الشعر فعشان كده جبت زيت اليقطين انا عامل عنه فيديو ياريت تشوفوه الزيت ده حلو جدا بديلو بروتين مع الاستخدام بينعم لك شعرك ولو شعريتك كرلي بينعمها وبيخليها نعمة شوية وبيفرد الشعر طيب ده انا ما جبته بس ما نفعش معايا بس نفعه في البيت مع اخواتي وكده حلو جدا طيب انا دلوقتي ما بستخدمهوش لشعري بس ما استخدمه في وصفات طبيعية طيب لو انت هتستخدميه بقى لشعرك وانت ما سميت شعرك عالية او متوسطة بتعملي ايه؟ الزيت ده ما بتستخدمهوش غير حمام زيت في الشيطة هو بيجمد طيب بتستخدمي ازاي؟ انا بستخدمه مع زبتة الشياء زبتة الشياء بتجيبها الاصلي وبتستخدمي معلقة من زبتة الشياء عليها معلقتين من الزيت جست الهند وبتدفيهم على بخار كتل او على برد وبعد كده بتحطيه على شعرك وبتليفي شعرك طاقية لو انت ما عندكيش البروكاب الحراري بتليفي طاقية وبتنامي بيه وبعد ما صراحي شعرك بتليفي طاقية وبعد كده بتنامي وبتصحي تتصراحي عادي وبترجعي زي ما كان بتفك اللفة الطاقية مش بتعرف تليفي طاقية لفي كحكا القدام مش كحكا اللي هي الورا لا جيب شعرك كله القدام عشان يتفرد طيب الوصفات الطبيعية هعملوكو كزا وصفة بردو لو انت هتشتري الازيت ده كبير حجمه حلوة يعني هيقض معاكي مدة طويلة جدا لان الزيت كوامو تقيل فبتاخدي منه مثلا معلقة و معلقتين بالكتير وخلاص هعمل منه وصفات وصفات ان شاء الله طبيعية او سلسلة وصفات طبيعية من ضمنها وصفات بزيد جزت الهند اللي هو الهندي استخدمته حلو جدا احسن كمان من انت بتجيبه من عند العطار او بتجيبه من شركة امتنان امتنان حلوة برضو هي وفيه شركات تانية بس الهندي طبعا احلى بكتير سعره 140 جنيه انا كنت جايبه البرطومان الزيتة بس حوالي 70 جنيه بتاخديهم وتعمليهم مع بعض حلو جدا لو هتستخدمي الواحده لازم تستخدميه مش عادي مش دهان لا تستخدميه كحمام زيت لانه قوامو تقيل بس هو ده زيت برش اتمنى الفيديو يكون عجبكو وتشتركوه في القناة باي باي